متابعات يومية لملفات الفساد تكشف عن مدى الحجم الكبير للفساد في الجزائر العدالة ومع بداية الحراك الشعبي فتحت ملفات كانت في طي النسيان الإداري ولكنها في حكم المعلوم بالنسبة لأغلب المواطنين لأنه كان يلمس ذلك في تعامله اليومي مع مختلف المصالح وأليات التسير لشؤون الدولة عامة راح العدالة الذي انطلق في الضوران طال في البداية رجل الأعمال يسعد البراب والإخوة كونينف الموضوعين حاليا الحبس المؤقت بيتهم مختلفة من بينها إبرام صفاقات مشبوهة والاستفادة من مزايا غير مشروعة قضايا تظل في التحقيق لتضف إليها قضية رجل الأعمال محي الدين تحكود وأفراد عائلته وإطارات من ديوان الخدمات الجامعية سابقون وحاليون نشكر العدالة وإن شاء الله ربي يجيبها لهم إن شاء الله يخلصوها سرقوا البلاد كلوا البلاد إن شاء الله يتحاسبوا وقع نحن الحاجة اللولة هذه الأموال اللي يراه برا تحهم تكون متابعة قضائية يسترجعوا الأموال يقولهم يبروكيوا ليكون يعني هذه الأموال ما بش ما تتهرمش للخارج نحن الشعب الشعب اللي يراه في أزمة يعني يكون تتم عملية استرجاع الأموال هذه الشعب يخرج من الأزمة نحن يعني وشنو؟ نحن حكمنا الأشخاص الأشخاص حكمناهم والأموال التي تحهم ما زال تمشي برا قاضايا وأخرى تتير تساؤلات عن أن الفساد ليس له حدود جغرافية لأن له امتدادات أفقية وعمودية فإمبراطورية الفساد مترامية الأطراف لذلك لا يمكن الاعتقاد بأن عملية المحاسبة والمحاربة للظاهرة من السهولة بما كان بل أنها من الضروري أن تأخذ وقتا طويلا لتفكيك معالم إمبراطورية تأسست على مدى أكثر من عشرين عاما زيادة على الغطاء السياسي الذي كان يوفر لها القضاء اليوم في وضع غير محسود وامتحان وتحدي عسيرين لتفكيك ألغام زرعت في مفاصل الدولة ومؤسساتها على مدى سنوات طويلة